الحياة بنشكر ربنا النهاردة معانا دامبا يوسف ببركة كبيرة كان قدس دشنا ايخونات الكنيسة وكان في رشامات شمامسة ببركة صلوات نيفتك ولينا شعب الكنيسة يعني في ازدياد والناس بتحب بعض وربنا يعني يكمل كل حاجة على خير فلو نيفتك تحب تتوجه حاجة لشعب الكنيسة اللي يدوب بقالنا يعني سنة كده تقريباً أكثر من سنة بشوية والعدد في ازدياد فلو نيفتك تحب توجيه لهم كلمة يعني انا بشكر ربنا على الاستقرار اللي موجود في كنيسة ماريمينة ففي فترة ألمست سنة تم يعني كتير من الخدمات استقرت الخدمات الاساسية زي خدمة مدرس الاحد خدمة الشمامسة خدمة الاسرة خدمة الناس المحتاجين ايضاً خدمة الطلبة زي بيساعدوهم في دراستهم ده بالإضافة للإفتقاد والبداسات وكل يعني الصلوات التقصية والليتورجية النهاردة كمان كان يوم مفرح لأننا داشتنا الايقونات في الكنيسة والايقونات دي ايضاً فكرتها موجودة من العهل القديم لما ربنا في خينة الاجتماع طلب من موسى من يكون فيه صور للكاروبيم على الحجاب والايقونات بتعتبر نافذة للسماء علشان كده في التقليد الأورثوسكسي ما بدقولش واحد بيرسم أيقونا إنه مقول بيكتب أيقونا لأنك بتنظر إلى الأيقونا وبترى فيها دروس تقدر تقراها وحتى في طريقة فن الأيقونا مثلاً العنين الوسعة ترمز إلى البصيرة وهكذا فإنه يكون فيه أيقونات متحوطة بينا والواحد بيبص عليها كده ويفتكر القديسين دولة جاهدوا إزاي في حياتهم إزاي ما معلننا بوليس الرسول في عبرانين بيقول فإزلانا سحابة من الشهود محيطة بنا فنحاضر في الجهاد الموضوع أمامنا بالصدق أيضاً هنا مثلاً من الدروس الجميلة أحطين الأيقونات بتاعة أحد الصوم الكبير فبرضو دي حاجة لذيذة إن الروحة دايماً لأن الصوم الكبير دي رحلة وأنا دخل الكنيسة كده بتصور وبفكر فيه الرحلة إلى حدن الآب زي ما هي الصوم الكبير بيشرحها لنا تمانياتي لشعب كنيسة ماريمينة المبنى اللي بنصال فيه ده طبعاً مبنى مؤقت إن بإذن الله في القريب العاجل يكون عندهم المبنى الدائم للكنيسة أتمنى مزيد من الحب والنمو الروحي أتمنى الفترة الحالية اللي فيها يعني الخدمات محدودة علشان موضوع الفيروس ده إن برغم من محدودية الخدمات في الكنيسة لكن دي فترة إن إحنا نزداد أكتر وأكتر في العمل الروحي في بيوتنا وفي منازلنا وعشان نقدر نعوض محدودية الخدمات اللي بتتقدم خلال الكنيسة أتمنى كل نمو ونزيد من النجاح في خدمة أبونا المحبوب أبونا أخ نوخ اللي هو بيخدم بأمانة من ساعة ما استنم الكنيسة هنا بيخدم فيها بكل أمانة وبازل وتضحية ربنا يبارك شعب الكنيسة يبارك خدمة أبونا ودايماً نسمعاكم كل خبر مفرح ربنا خليك يا سيدنا وربنا يعوضك دايماً إحنا تعلمنا الخدمة من نيفتك ويعني هاولي نيفتك كده على سر صغير إحنا الأيخونات فكرة أحد الصوم من كنيسة العدرة ومن الكنيسة الصغيرة يعني أكوا تسألت أجونا سامويل وأجونا سافويل يسألوا لي يعني طريباً نيفتك اللي عامل كل شب كل حاجة في الكنيسة الصغيرة فلما تكلمني مع الشباب يعني أو مع الخدام يعني فقونا طب نكمل نكمل افتي نكمل افتي أحد الصوم عندنا بسحات فنعمل أحد الصوم ببرحتنا نيفاة فكرة جريمة ربنا خليك لنا دايماً سيدنا كده وتعيش وتعمر وتعيش وناخد بركتك دايماً معنا تعيس نعم ربنا خليك لنا سيدنا شكراً بنا خليك لنا شكرا